التلفزيون العربي نعود ورد الأخرى إلى صنعاء إلى اليمن مرسلنا خليل القاهري تأكد الآن نقلا عن وسائل الإعلام التابعة للحوثيين بأن هناك قتلى وجرحة جراء عملية القصف هذه. هل من أعداد محددة؟ نعم نعم بدر يعني وفقا لوزارة الصحة في صنعاء فإن قتلى وجرحة سقطوا جراء هذه الغارات على ميناء الحديدة على منشآت تخزين النفط في الميناء التي تستهدف لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة لكن لم يرد عدد دقيق حتى هذه اللحظة على الأقل إذا كان هناك أعداد معينة ولكن في العواجل أيضا فإن الغارات أيضا استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانة مازوت الكهرباء. هذا الذي ورد الآن بأنه عن مصادر ليساء الإعلام جماعة نصار الله فإن غارات الأعدو الإسرائيلي كما قال استهدفت كهرباء محافظة الحديدة يعني محطة الكهرباء وخزانة المازوت أي الكهرباء وبالتالي فإن سلسلة هذه الغارات تبدو هي الأعنف ويبدو حجم الضرر أكبر هناك قتلى وجرحة بالتاكيد سواء على الغارات التي استهدفت منشآت تخزين النفط في الميناء أو محطة الكهرباء. حتى هذه اللحظة ليس هناك عدد دقيق عن عدد هؤلاء القتلى والجرحة سواء ما ورد بشكل عام أن قتلى وجرحة سقطوا لكن ربما الساعات القادمة أو ربما خلال ساعة من الآن يكون هناك بعض المعلومات لا نزال أيضا نجري بعض التواصلات مع بعض المصادر في الحديدة دون أن نحظى بمزيد من المعلومات باعتبار أنه ليس هناك وضوح تام حول طبيعة هذه الخسائر البشرية بين القتلى والجرحة جرى هذه الغارات ولكن ما يمكن قوله بأنه ملاحظة أن حجم الضرر أكبر استنادا إلى سحب الدخان والسنة اللهب التي تصاعدت من منشآت تخزين النفط أو حتى أيضا فيما يخص استهداف محطات الكهرباء في محافظة الحديدة استهداف محطة الكهرباء بمعنى أنه سيلقي بتبعات كثيرة وكبيرة جدا على واقع هذه المدينة التي تعد من أشد المدن اليمنية حرارة درجات الحرارة فيها عالية جدا وهناك يعني عجز كبير في الأصل في التيار الكهربائي في هذه المدينة رغم أن هناك محطات طاقة بديلة افتتحت خلال الفترة الماضية ولكنها لا تفي بالغرض بطبيعة الحال وعادة ما يشتكي سكان الحديدة من العجز الكبير وسواء في المرافق والمنشآت الصحية أو في المؤسسات الحكومية أو حتى في التيار الكهربائي المستخدم للاستخدام المنزلي هناك يعني عجز كبير ما يعني أن الغارات التي استهدفت محطة الكهرباء ومحطات الوقود في المحافظة ستضاعف من هذه المعاناة بشكل كبير في هذه المدينة الساحلية ذات درجات الحرارة المرتفعة مرة أخرى هناك قتلى وجرحة وفقا لتأكيدات وسائل إعلام جماعة نصار الله ووزارة الصحة هنا في الصناعة لكن العدد حتى هذه اللحظة لم يتبين بشكل دقيب نذكر بأن الاستهداف كما قلت استهدف أو القصف استهدف محطات الكهرباء وخزانة الوقود في ميناء الحديدة ومن هنا أسألك عن ميناء الحديدة وأهمية ومن أهم الموانئ في اليمن واستهدافه له بالتأكيد رمزية وأهداف حدثنا عن ميناء الحديدة وما الذي يعني استراتيجيا لليمن بطبيعة تلعا يعني هو من أهم بل هو أهم موانئ البلاد على الساحل الغربي بشكل رئيسي ومن خلاله يدخل أو تدخل النسبة الأكبر مما يحتاجه اليمنيون بشكل كبير صحيح أن هناك موانئ أخرى يعني في اليمن مثل ميناء عدن وميناء المكلة وأيضا موانئ أخرى صغيرة ولكن ميناء الحديدة يعد الميناء الأكبر في البلاد وبالتالي فإن طبيعة هذا الاستهداف يعني إلحاق الضرر الكبير بهذا الميناء وبنشاط الميناء ربما يعني بلا شك سيؤدي إلى توقف حركة الميناء ونشاط الميناء هذا الميناء كما تعرف بدرب أنه خلال سنوات الحرب التي قادتها السعودية في اليمن توقف لسنوات كبيرة وبقي ملف الميناء ملفا معقدا حتى أعيد افتتاح الميناء قبل سنوات قليلة وبدأ يمارس نشاطه بشكل محدود وبشكل خفيف جدا إن صح التعبير عما كان عليه النشاط قبل سنوات الحرب ومع ذلك بدأ نشاط الميناء يعود تدريجيا خلال السنوات الماضية بعد أن اتفق على إعادة نشاط هذا الميناء وافتتاح جزء لمطار صنعه ضمن الألفات التي كانت يتم التفاوض عليها ولكن هذا الاستهداف اليوم من شأنه أن يلعب دور كبير في ربما التوقف مسار أو نشاط الميناء وخاصة أن مصافي أو المنشآت النفطية استهدفت بشكل مباشر ما يعني أن الميناء قد يتوقف جرى هذه الغارات على الأقل لفترة مؤقتة أو قصيرة إن لم يعاد استهداف مرة أخرى ولكن الاستهداف اليوم يعني أن أضرارا كبيرة ستلحق بالميناء أقصد من حيث نشاط الميناء وتوقف حركته التي كانت قد أعيدت منذ سنوات بشكل تدريجي ولكن الأهمية الاستراتيجية لهذا الميناء أن نسبة كبيرة من ما يحتاجه اليمنيون حركات الواردات إلى اليمن تدخل بشكل رئيسي عبر هذا الميناء ربما هناك تعقيدات كبيرة في دخول بعض المواد عبر الموانئ الأخرى بفعل طبيعة الحرب التي تشهدها اليمن منذ نحو عشر سنوات وبفعل أيضا طبيعة السيطرة على هذه الموانئ بحكم وجود أطراف كثيرة مثلا تتنازع السيطرة على هذه الموانئ معروف أن ميناء المخة مثلا يقع تحت سيطرة قوات طارق صالح وميناء الحديدة يعني ميناء عدن عفوا تتنازع السيطرة عليه القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف بالإضافة إلى في الأصل القوات المدعومة أو التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومثله الحال مع بقية الموانئ في المكلة وبقية الموانئ الفرعية الصغيرة المتوزعة على نطاق واسع في اليمن ولكن يبقى ميناء الحديدة هو الميناء الأشهر والأبرز في البلاد وبالتالي يتوقع على الأقل أن تتسبب هذه الضربات التي تمت اليوم في تأثير كبير على نشاط الميناء وخاصة كما قلنا أنه تم الاستهداف بشكل مباشر ورئيسي لمنشآت تخزين النفط ومحطات الكهرباء والوقود في المحافظة خلي القاهرة بالتأكيد سنعود لك خلال ساعات التلفزيون العربي